باكرة محمود أيام المذاكرة في الشتاء طبعاً أنا هعمل لك كوبايتين شاي عجب يهضموا الخلافل اللي كلناها دي وتصبح كقال لم تكن يا سلام طب وغليت الميا اللي بعتها لنا تحية بنتك لازمتها إيه بق؟ يا سلام طب ما أنا جايب لك غسالة أم وأنت غاوية تخصيلي على قديك ومش عايزت رياح نفسك فيها بط أصلحنا ناس صحاب مزاج نعمل حسابك معانا في الشاي؟ لا يا خوية مش عايزة منك شاي ما تستعبطش انت وهو أنا فهمة وعارفة كويس قوي أنك عايز تقول كلام سر لابنك وعشان ما سمعوش هتشغل الوبور عشان عارف إن بدرس منه لكن بقولك إيه انت وهو لو ليكوا أسرار غرامية وعايزين تقولوها البعض انزلوا انكشحوا من هنا وقولوها على القهو أهي قالت لك أسرار غرامية يا ست قاني من ناحيتي اتضار أمان تقولشكي على نفسك لنا بقى يا ابو يسكت هلا اتضروي بقى على ابنك بيحب يا ست ابني؟ ايه ده يا محمود؟ ولا انت هتتجوز واحدة من الشارع؟ شارع؟ ايه يا ما الكلام ده؟ كلام ده؟ جبته من الأفلام يا خوية أيها الاستوانات إياها تلاقي البتة قابلتك وقالتلك بحبك وبموت فيك ده أنا غلبانة ويأتيمة وبصرف على أخواتي الغلابة صعبت عليك؟ قل تسطرها مش كده؟ ما انت طالع عهبل زي ناس اوء يا ست ده يجوز بيتك الضلال وبيتك الهابلة محمود يعمل كده برضو يروح يجب بيتك من الشارع؟ ده موضوع موضوع تاني حقيبة هو يحكيلك عليه أحكيلي على إيه بس يا أبا مفيش حاجة أما أنا قلتلك هما يومين ورحهم لحلو مفيش حاجة؟ طب ويومين ليه بس يا حبيبي فوقت يا أما فوقت وافتكرت أني مش لقاكل قلت بلا شباهة دي الولادة الناس معاي هتقولي الكلام ده تاني ما قلتلك ربك هو اللي بيرزق قولي البتة حلوة وبتحبك لا إله إلا الله أنا أي منام يا أبا؟ استنعوا شفتي أديك سديتي نفس الوقت عن الأكل أنا برضو اللي هسدي نفسه على الأكل ماشي ماشي يا محمود خلاص؟ طول عمرك دلوقتي وسرك مع أبوك وبتاخد رأيه في كل حاجة طيب والله ما أنا مديك كرتونت الكحك وهبعتها الأحمد أخوك وهبرشمها وهقدهم وتمم عليهم مع أحمد اللي برقبتك وإياك تمدي إيدك عليهم اخص عليك هيبخل أبوك ينفعك أيوة ما هو سرك إنما أنا خلاص بقيت الهابلة اللي يدوبك بالطبطب والدلع وتدعيلك وبس ماشي يا محمود أين عدبك كده يا أبا؟ لفيتنا اللي أنت عملتها في البيت ولا يهمك اضرب الكحك كله وقولي لو ده أحمد إنه ضع منك في البجوع بس حتة فكرة بتاعته الوابور هتحرق الشقة عشان إما ما تسمعش هزوخش من الكلام قالها الوابور حيوش هو والصوت هيقلم قولي بقى إيه الموضوع مفيش حاجة نعم يروح أمك؟ أعمل هيلم أنت كله وهب بداية في البابور وترجع تقولي مفيش حاج أبا الموضوع المرادة ممكن يبقى فيه خراب بيوت عايز تقولي يعني إن أختك متعرفش إنه جوز هاديني وبصباص بس هي بتفوت عشان بيتها ما يتخربش هموت لو أعرف بتعرف الكلام ده من دينا عبد الناصر قلب الأم طب بص يا أبا الموضوع المرادة أجبر بكتير ما أنت متخيل شافع بيتها كف المخدرة إيه؟ البضاع اللي كان بيدهانة وزحها على أنها مستحضرات تجميله من البهات طرعت حبوب مخدرة من اللي بقى البعيتها بقت موضلي ومين دور عشان أخفها من الحشيش ومكسبها أسرع مش كده وبس بيتاجر في كميات مهولة يا أبا يا نهار أبوه سود مش كده وبس؟ ده نهار أبوها هي اللي اسم طب ما قلت لهاش ليه يا فالح علشان تجنبها هي وأبوها النهار لسود المناي صوتك يا أبا حط نفس المطرح عايز نخش على واحدة مخلي فشحطين وفكرة أن جوزها بيحبها ومعايشها في نعيم وقلها كل اللي انت عايشة في دواه جوز بيتاجر في المخدرات وانت وعيلك ممكن تترموا في الشارع في أي وقت وهو ده مش حيغير حاجة وهو لو جوزها تمسك ودخر السجنة لخدر الله هتلاقي نفسها في الشارع أبا ما تقوليش إنه ده الواجب بيجري في عروقك وانك هتبلغ عن جوز بانتك تبت التاريق؟ ده المفوضين ده اللي تبلغ ممم وقلغ عن نفسي كمان حاجة وانها بقى بقى كفية المسألة اللي ضيعتنا دي ضيعتك فينا يا روح أبك؟ هقولك إيه يا أبا؟ وإحنا مش هنتفق في القديم المهمة ما تنادنيش إنه أنا حكيت لك على الموضوع ده أنا حكيت لك عشان نشوف حل المصيبة اللي احنا فيها وهو هتقول إنك هتبلغ عن شافة لإن أنا بنفسي اللي هكلمه عشان أحذره وهو هتعمل كده؟ أنا طبعا ما كنتش هبلغ عنه حتى لو روحت هبلغ عنه الضعف الإنسان كان هيغلبني وكنت هفكر في طريقة تانية إن حاسنا نقعد معنا جيب محفوظ مش عامل والله مهودة من جهلكم فاهمتكم إن العامل ده واحد بيطجن ويدوم ووسخة وعرقان وعمال يهرش لكن إحنا في إيه ولا في إيه؟ وده موضوعنا طيب ممكن تقولي بقى هنخرج إزاي من المصيبة دي؟ يقى دي بالطبقة العاملة أنا حواجه هروح له حواجه وبعد كده هو ميلومش اللي نفسه بس هبعد تعمل ده قصة تحية يا أبا؟ خليها آخر كرت ماشي يا فكيك ربنا يسطر وببكرة هاخد أجازة عرضة وهروح له وهقولك عليها يحصل بس إنت دلوقتي لازم تديني حاجة أقولها لأمك دي إيه يا أبا عندك فول وفلافل وتأنزل أجلبك بيبل بسترمة؟ يا عاسلك لسود يا أخي دلوقتي أمك مش هتسكت غير لما تعرف وهتاكل دماغ الشهرين اللي جايين دول هي عايزة تعرف ولو قارفت هتجيلها النوب وحددخل على المستشفى وهتطلع من المستشفى تروح لهم هناك وفي الحالة دي جايز هو اللي يروح المستشفى اسمع سيبني يا فكر كده هلاقي حل شوف بقى أم أقولك أنت وهو أنا خلاص فاط بي أنا مش هفضل أعدالكو ترطور هنا في البيت لازم أفهم أنتو عمالين تتودودوا على إيه ها؟ علي النعمة لو هتتغوري ياما وتحريف إنك هتسيب البيت هو أنت ليك حتة البادي فيها غير هنا وبعدين أنت نسل ده بيت أبوكي يعني أنت آخر واحدة تفكر أنها هتمشي هلا أنا مش نسي أتضروا والباقي على اللي نسي قالوا بقى بيعملني زي ما أكون غريبة في البيت يعني كان لازم تلبخ وتجيب لي الكلام ما تخلص وتحكي يا أخي قبل النار ما تمسك في ديه لأني حاضر يا حاج حاضر بص يا أما أنا هقولك على حصل الحاج دخل قطي كان بيقلب في حاجتي يعني عايزي تطمن علي أملاق شوية ورقة كده كنت لما من كذا صفارة عشان أسافر برة مصر إيه؟ يا نهار السود طب وأبوك ما قاليش الكلام ده ليه؟ ما هو بقى كان خايف عليكي من الصدمة يا أما وقعد يقطن فيا ويقول لي حرام عليك أمك مش قالتلك ما تفتحش الموضوع ده تاني؟ كلام ده بجد يا عبد الناصر؟ شفت؟ أهي لما بتزعل مني تقول لي يا عبد الناصر عاجبة كده يعني؟ شكلك وكده بتضحكوا علي أنا بنظف القضة كل يوم وعمري ما شفت ورق زي ده لو كنت شفت وكنت خدت بالي أنا مش جاهلة عايزيني أصدقكم؟ أموا وروني الورق ده دلوقتي أشوفه بعناي حطيت الورق ده فين يا عبد الناصر؟ ما حططوش رجعت ومطرحه أموا ورّي الورق لأمك يا فالح مش قلتلك هتاخد صدمة لما تعرفه حاضر يا عبد هو ما يجيب الورق نسيق أشوفه وعند زي ده محضرة tech محضرة ومحضرة ترجمة نانسي قنقر